وحتى بعد رحيلهم فلا زال بين أيدينا أو ما زال بين أيدينا تراث الإمام الصالق صلوات الله عليه ننهل من معينه كاتب سعودي لعنة الله عليه وأثواه الله سقر ما استحيى من سيده النبي صلى الله عليه وآله في أن يطعن بابنه بهذا الطعن له كتاب مؤلف قبل سنوات هذا الكتاب يشيد به المخالفون يرونه كتابا معتبرا يرد بهذا الكتاب على الرافضة تجده في مكتباتهم يتفاخرون به ويفتخرون وبئس الافتخار هذا كتاب عنوانه تبديد الظلام وتنبيه النيام ظلام يريده أن يبدد هذا الظلام عبر تسليط الضوء وتنبيه النيام وكأن المسلمون نائمون فهو يريد أن ينبههم بأن جعفر الصادق هذا ليس صادقة وحاشى لسيدنا وإمامنا جعفر بن محمد الصادق صراءة الله عليه يقول بأنه ليس جعفر الصادق إنما جعفر وحاشى لابن رسول الله صلى الله عليه جعفر الكاذب ثم تأتون أنتم يا معاشر المخالفين تزعمون أنكم تحبون أهل البيت عليهم السلام وجعفرنا وجعفركم وهذا جعفركم وهذا جعفرنا جعفرنا هو الذي يمثل الإسلام جعفرنا هو ابن النبي صلى الله عليه وآله جعفرنا هو الذي يمثل أخلاق النبوة جعفرنا هو معين الإسلام جعفرنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه وعلى أبيه وأجداده جعفركم كذاب جعفركم خارجي جعفركم ملحد بتصريح هذا المؤلف ما رد أحد منكم عليه وكأنكم وضعتم ختم الاستحسان وعلامة الجودة على ما قال ألا قاتل الله الأفاكين ألا قاتل الله الجاهدين ألا قاتل الله الناصبة كتابه تبديد الظلام وتنبيه النيام إلى خطر التشيع على المسلمين والإسلام تأليف إبراهيم سليمان الجبهان قصف الله جبهته طبع هذا الكتاب الصفحة الأولى طبع هذا الكتاب بإذن من رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد هذا الكتاب طبع بإذن من قرأوا الكتاب اطلعوا عليه دخل إلى الرقابة ما رأوا به بأسه وكأنهم ضعوا وضعوا علامة الأوكي كما يقال على كلامه رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 1400 هجرية قبل 36 سنة الطبعة التي بين أيدينا هي الطبعة الثالثة التي طبعت في عام 1408 ثمان سنوات بعد أن أعطوا ذلك الأذن في طبعة الكتاب الإهداء يهدي الكتاب لمن إلى روحي من أنقذ الله به البشرية وأيده بالمعجزات وأخرجنا به من الظلمات إلى النور سيد الأنبياء وإمام الأتقياء يهدي هذا العمل إلى رسول الله صلى الله عليه رسول الله عنده من الذي شوهت صورته عائشة رسول الله ذلك الذي يسحر رسول الله صلى الله عليه وعلى ذلك الذي أراد أن ينتحر رسول الله الذي امتدح الأصنام تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتج هذا رسول الله عنده عندنا لا يختلف طيب شاهد هنا أو ذكر بسيط ورده الشيعي إذا قرأ الفاتحة وأهداها إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو إلى أحد الأئمة صلى الله عليه أو إلى أم البنين صلى الله عليه يجد المخالفون أو يجد المخالفين يعترضون عليه كيف تعمل هذا العمل تقرأ الفاتحة وتهدي ذلك الثواب أو أن تذبح ذبيحة مثلا وتهدي ثوابها إلى أبي الفضل العباس عليه السلام أو إلى أحد الأئمة المعصومين عليه صلى الله عليه وسلم هذا الشرك ولا يجوز ووأ إلى آخره من هذه النغمة التي سأمناها طيب وهذا الآن الجبهان الأحمق الأرعن الجاحد الناصب يهدي هذا العمل إلى رسول الله صلى الله عليه قراءة القرآن أنت الآن حينما تقرأ قراءة حينما تقرأ سورة الفاتحة تثاب تثاب هل هناك حرج في إهداء ذلك الثواب إلى ذلك الإمام أو إلى ذلك الولي أو إلى النبي صلى الله عليه أو إلى أي أحد من أهل البيت عليه السلام أو إلى أحد الصالحين لا أشكال في هذا لكن إذا فعل الشيعي هذا الفعل لم تقوم الدنيا ولا تقعد وإذا فعلها أحد المخالفين وكأن شيئا لم يكن هذا يهدي عمله إلى رسول الله صلى الله عليه وفي عمله من الباطل والإساءة إلى أئمة أهل البيت عليه السلام ما فيه فكيف إذا قرأت أنا سورة الفاتحة أو أن ذبحت ذبيحة قربة إلى الله تبارك وتعالى وأهدي ثواب إطعامها إلى أحد الأئمة عليه السلام ما الضير في ذلك ما الإشكال في ذلك ما الحرج في ذلك بعدا هذا الأرعن يهدي هذا العمل إلى رسول الله صلى الله عليه ويطعن بسبطه الإمام الصادق صلى الله عليه إلى روح من أنقذ الله به البشرية وإيده بالمعجزات وأخرجنا من الظلمات إلى النور سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وإلى أرواح أهل بيته الطاهرين المطهرين والإمام الصادق صلى الله عليه من أهل البيت لماذا شنات عليه لماذا تجرأت عليه في عالم البرجخ أنت الآن يشتد عليك العذاب ونأتي بقولك هنا حتى يلعنك المشاهدون ويزداد عذابك عذابه وإلى أرواح أصحابه الغرى الميامين أقدم ثواب هذا الجهد المتواضع راجيا من الله أن ينفع به المسلمين وأن يبدد به ظلمات الجهل وأباطيل الجاهلين إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير فأنت يا أيها المخالف الذي يقول أن جعفر بن محمد هو جعفر الصادق أنت تعيش في ظلام أنت في ظلمات الجهل وأباطيل الجاهلين طيب يقدم مقدمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم منذ أن قال ذلك الكوسروي كلمته المشهورة في المؤتمر الذي عقده في نهاوند أشغل عمر بن الخطاب في بلاده وفي عقر داره والصراع دائر على أشده بين عمر وبين العرب والعجم وبين الإسلام وبين الإسلام والمجلسية صراع مرير يقف في جانب منه عمر بن الخطاب مؤيدا بقوى الخير مؤيدا بقوى الخير والفضيلة ممثلة في الأمة الإسلامية الكريمة ويقف في الجانب الآخر منه ذلك الكسروي تسانده قوى الشر والبغي والعدوان ممثلة في عملاء الماسونية الكافرة ومن ورائه من اليهودية العالمية بكل ثقلها ودسائسها وحقلها على البشرية وعلى رسالات السماء وهو مغرم ذائب بشخصية عمر بن الخطاب وكان عمر ناصبيا للبيت عليهم السلام فلا تستغرب إن كان هو ناصبا للإمام الصادق صلوات الله عليه ويراه عدو طيب يأتي إلى الصفحة الثامنة يقول وكان وكان أول ما حملني على كتابة هذه الرسائل كلمة وكان أول ما حملني على كتابة هذه الرسائل كلمة ألقاها سماحة الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر من محطة صوت العرب قال في مستهلها إن المذاهب الإسلامية الخمسة واحدة جوهرة واحدة واحدة إن المذاهب الإسلامية الخمسة واحدة جوهرة واحدة مصدرة واحدة موردة وأنه يجوز التعبد بالفقه الشيعي إلى آخر ما جادت به قريحته المشلولة وكانت هذه الكلمة بمثابة ناقوس الخطر قد نبهتني إلى أن وراء الأكمة ما وراءها ومن ثم قررت أن أنسج أكفاني يريد أن يصور نفسه هنا بذلك الدور البطولي الذي من الممكن أن يقتل في أي لحظة أو في أي لحظة فقررت أن أنسج أكفاني وأن أواجه الواقع بكل جرأة وصراحة ولي يضيرني بعد ذلك أن أجد نفسي وحيدا في الميدان فأنا على يقين بأن الله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده للعاملين في سبيله على فكرة أن من إحدى أسباب ازدياد وتيرة الغضب على الشيعة ومحاربتهم من قبل السلفية في العصور المتأخرة وهذا الكتاب وإذا قدر لي أن أموت فإنني لن أموت إلا بعد أن أحفر بيدي قبور الظلم والظالمين أضقى عزيزي لك حشا من يسمع بقيت هناك أمورا أو بقيت هناك أمور لابد أن تخطر على بال القارئ عند قراءة هذه الرسائل ولا بد أنه في حاجة إلى إزالة الالتباس عنها وهي أولا قول بعضهم يأتي أولا ثانيا ثالثا حتى يصل أو حتى يصل إلى رابعة لقد لاحظ ودقق لقد قرنت اسم جعفر بن محمد جعفر بن محمد الصالب صلوات الله عليه لقد قرنت اسم جعفر بن محمد بعلامة استفهام في غير موضع في أكثر من موضع وضعت علامة استفهام ملحوقة أو يعني يسبقها اسم جعفر بن محمد لقد قرنت اسم جعفر بن محمد بعلامة استفهام في غير موضع تصحيحا للخطأ الشائع الذي وقع فيه كثيرا من أرباب التصانيف بإلصاقهم كلمة الصادق باسم المذكور من هو المذكور جعفر بن محمد الصادق الذي أذل أبا حنيفة سنأتي عليها جعفر بن محمد الصادق إمام المسلمين الإمام السادس من أئمة المسلمين عليهم السلام على الأئمة الطاهرين عليهم السلام لقد قرنت اسم جعفر بن محمد بعلامة استفهام في غير موضع تصحيحا للخطأ الشائع الذي وقع فيه كثير من أرباب التصانيف بإلصاقهم كلمة الصادق باسم المذكور يستنكف أن يذكر اسم الإمام الصادق وجعلها لقبا له وعلما عليه والواقع أن هذه التسمية أو بالأصح هذه التزكية ما كان ينبغي أن تطلق على شخص حامت حوله الشبهات وكثرت فيه الأقاويل ونسبت إليه أقوال مشحونة بالزندقة والإلحاد جعفر بن محمد الصادق زنديق عنده وعند أصحابه ملحد عنده وعند أصحابه وما يضر السحاب نباح الكلاب يا كلب انبح كما تشاء لن يضر جعفر بن محمد الصادق تجتمع أنت وهو في البرجخ لترى من الصادق من المؤمن من الولي الصالح ومن الكافر الزنديق الناصب الملحد عليك وعلى أصحابك وأتباعك ومن مال إلى قولك ومن رضي به ومن أذن بنشره ومن اعتمد عليه ومن أعاد طباعة هذا الكتاب لعنة الله والملائكة والأنبياء والشهداء والصديقين والمرسلين والمؤمنين لعائن الله لعائنة ترى لا نهاية لها أيها الكلب الأجرب أجل الله السامعين عن هذا الوصف وعن ذكره وعن إيراد قوله ولكن لا بد ليتوعى المسلم الذي يزعم أنه يحب جعفر بن محمد الصادق هذا الكتاب أحد مشايخ السلفية يؤلف هذا الكتاب ويؤذن يؤذن بنشره رئاسة إدارة أو إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فيما تسمى بالمملكة العربية السعودية والواقع أن هذه التسمية أو بالأصح هذه التزكية ما كان ينبغي أن تطلق على شخص حامت حوله الشبهات هو مؤسس المذهب الرافضي عنده مقوم مشيد أركان الاعتقاد الرافضي حامت حوله الشبهات يسب أبا بكر نعمر يطعن بهما يلعنهما وكثرت فيه الأقاويل أو أنه ينسب الزنا إلى عائشة والله ما عنا بها إلا الفاحشة إما عن الصادق صلوات الله عليه أو الباقر يرويه علي بن إبراهيم القمي في تفسيره ويقسم بالله تعالى حامت حوله الشبهات وكثرت فيه الأقاويل كان يعارض السلطان يعارض أبا حنيفة يعارض مالك يعارض الشافعي يعارض ابن حنبل انقلبت الدنيا وانقلبت الموازين حتى صار يطعن بجعفر بن محمد الصادق لأنه كان يطعن على أبي بكر وعمر وكان يطعن على مالك وعلى أبي حنيفة وغيرهما وكثرت فيه الأقاويل ونسبت إليه أقوال مشحونة بالزندقة والإلحاد مشحونة ليس قولا ولا قولين أقوالا مشحونة بالزندقة والإلحاد إذن عنده أن الصادق صلوات الله عليه زنديق ملحد لعنة الله عليك أنت أيها الزنديق الملحد لأنه كان لا يقول بأن الله تبارك وتعالى جسم لا يجسم الله تبارك وتعالى لأنه لا يقول بالجبر لأنه لا يقول بالتفويض لأنه عارض مذهبك الزائف لأنه إذا صح صدورها منه إن كان ذلك صحيحا صادرا منه ونرجو أن لا يصح ذلك فتسميته بالصادق تعني ضمنا تصيق كل ما جاء به من الأفك عنده أن الصادق أفاك أين ضمائركم يا مسلمين أين فطرتكم تزعمون أنكم على الإسلام وأنكم تحبون أهل البيت الطاهرين عليهم السلام حاولت أن أستقصي ردودا على هذا ما وجدت إلا ردا أو اثنين من بعض من عارض السلفية تصفيات بينهم فاعترض على هذا من ضمن اعتراضه على بعض ما اعترض عليه كيف تحبون أهل البيت الطاهرين عليهم السلام يقول وإذا لم يصح وإذا لم يصح صدورها من فتسميته بذلك تزكية لا داعي لها يكره الإمام الصادق صلاة الله إن صحت فهو زندي قوة ملحد وإن لم تصح فلا داعي للتزكية هنا لا داعي أنه زكي ولا محل لها من الإعراب وتركها أحوط زد على ذلك أنني لم أكن أول من شكك في سلوكه فقد كنت مسبوقا إلى ذلك ممن عاصره كيحيى بن سعيد هو لا يذكره لكن أنا أذكره ونأتي على قوله فقد كنت مسبوقا فقد كنت مسبوقا إلى ذلك ممن عاصره وشاهدوا بذخه وترفه وقبوله العطايا من شيعته وهي محرمة وهي محرمة عليه أكبر جاهل أو غيد تعلم من أنت جعفر بن محمد الصادق من أنت من أبوك من جدك ما دينك ما علمك تعلم جعفر بن محمد الصادق محرمة عليه أنت الذي تشرع أنت الذي تحلل وتحرم دينك دين أبوك جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه أستاذ الأساتذة إمام الأئمة ورث العلم عن أبيه عن جده عن جده عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله قول النبي صلى الله عليه وآله وقول النبي قول الله تبارك وتعالى من أنت اروي بضه صار يعلم الناس يقول زد على ذلك أنني لم أكن أول من شك في سلوكه فقد كنت مسبوقا إلى ذلك ممن عاصروه وشاهدوا بذخه أحمق كاثر لا تعترض على عمر بن عبد العزيز الذي كان مترفا وكان بذاخا تعترض على جعفر بن محمد الصادق وقد رد على هذا الذهبي سنأتي عليه في سير إعلام النبلاء يقول وشاهدوا بذخه وترفه وقبوله العطايا من شيعته وهي محرمة عليه لأنه لم يكن ممن يستحقونها شرعا حتى قيل أنه اشترى دارا في البصرة بمبلغ ثلاثين ألف دينار عذا ما كانوا ينفقه على الدعاة والمبشرين كان مشيد الدين الرافضي لذلك نقم عليه أما غيره من علماء المخالفين يستخدمون التقية جبنة لا يصرحون لا يستطيع أي يطعن بجعفر بن محمد الصادق لأنه ركن من أركان الإسلام إذا ما طعن به سقطه هو اعتباره ذلك يتقي نبيل العواضي ذلك الشيخ الداعية يذكر في إحدى أشرطته حينما كنا نستمع جبارا من الجبابرة وقعت على أنفه ذبابة فكان يجلس بقربه أحد الصالحين لا يسميه يستنكث يستنكر أو أنه له أتباع فإذا ما ذكره إذا ما أزت رؤوسهم أو رؤوسهم وقعت الذبابة على أنف ذلك الجبار وقال لما خلق الله الذباب فقال ذلك الصالح ليذل به أنوف الجبابرة من قائلها بعد التشيع اكتشفت أن قائلها جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه يقول حتى قيل أنه اشترى دارا في البصرة بمبلغ ثلاثين ألف دينارا عدا ما كان ينفقه على الدعاة والمبشرين والجمعيات السرية يعني كأنه كان ماسونيا يريد أن يصور أنه كان ماسونيا التي عاثت في كيان الأمة الإسلامية فسادا وتخريبا كان مخرب كان فاسدا عنده أن الإمام الصادق صلوات الله عليه بهذه الأوصاف ألا لعنة الله عليك ما استحييت من الله ما استحييت من رسول الله ما استحييت من أمير المؤمنين ما استحييت من الحسن والحسين ناصبي أنت ناصب ما الذي يتوقع منك كما أننا لم نجد فيما أثر عن ثقات الروات من نقل لنا بأن جعفرا لم يكن راضيا عما كان أو عما كانوا يدعونا له أو أنه كان مع أحد منهم على طرفي نقيض وما قيل عن معارضته لبي الخطاب الأسدي يعني هو يريد أن يبين هنا كما أننا لم نجد فيما أثر عن ثقات الروات من نقل لنا بأن جعفرا لم يكن راضيا عما كانوا يدعونا له يعني جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه أراد المخالفون أن يصورونه أنه كان راضيا كان سنية باختصار ما كان شيعية أن جعفر بن محمد كان سنية بين قوسين كما يسمونه وأتباعه من الرافضة يسبون الصحابة يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ومحاوية ويزيد وعائشة وطلحة وزبير وخالد بن الوليد وغيرهم أصحابه كان ممن يسبون الصحابة وأصحابه ممن كان يعترضون على الحاكم كيف يكونه سنيا بين قوسين كما يزعمون وأتباعه كان من كبار الرافضة وما نقل أثر عن الروات أنه تبرأ منهم ما تبرأ الإمام الصادق صلى الله عليه من أصحابه فيقول كما أننا لم نجد فيما أثر عن ثقات الروات من نقل لنا بأن جعفرا لم يكن راضيا عم من كانوا يدعون له أو أنه كان مع أحد منهم على طرفين قيط وما قيل عن معارضته لأبي الخطاب الأسدي وبراءته من غلوه قيل فيها أيضا أنه اعترض عليه للتقية أما الخرافة التي تقول بأن المنصور قد استقدمه ووجه إليه اتهاما بأخذ الخراج من شيعته فإنها إن صحت فإنما تؤيد رأينا في المذكور إذ كيف يجوز ممن يعتبر نفسه حاميا للإسلام وغيورا عليه أن يأمر شخصا ما بأن يبرأ أو يبرأ من حول الله وقوته وهل يجرء على قول تلك الكلمة أو إملائها أو سماعها إلا جاهل بالإسلام أو متحاملا عليه زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت وقال أيضا من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالمة فإذا كان هذا حال فإذا كان فإذا كان فإذا كان هذا حال من حلف بالبراءة من الإسلام فما حال من حلف بالبراءة من حول الله وقوته وما حكم من أملى هذا اليمين ورضى أو رضي بسماعها ولمزيد من الحقائق تراجع ترجمة المذكور في ميزان الاعتدال عرفت سبب طاني وعرفت كيف أنه يطعن بالإمام الصادق صلوات الله تريد أن تعرف مزيد من الحقائق ارجع إلى ميزان الاعتدال للذهبي